نهاركم سعيد مرة تانية الوقت يجي معنا معا فقرة انا اعتقد انها ممكن تهم الناس كتير جدا لانها بتتكلم عن كتاب اسمه رحلة في عالم الحركات الاسلامية المتشددة صورة لمصر ورحلة في عالم الحركات الاسلامية المتشددة صورة جديدة لأسامة بن لادن مرسلة امريكية اسمها ماري ان ويفر هي مرسلة لمجلة امريكية شهيرة هي مجلة ان نيويوركر اصدرت كتاب سنة 1999 تنبأت فيه بصعود الحركات الاسلامية في مصر وتنبأت بيه بشكل جغرافية وصعود الحركات الاسلامية وخلفياتها جاية منين واعتقد ان ده كتاب هام جدا من اللي احنا نناقشه النهاردة ومن السعيد كمان اللي احنا يكون معنا كاتب مقدمة هذا الكتاب وحد بحث في الكتاب بشكل متعمق دكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة نهارك سعيد يا دكتور نهارك سعيد يا فهنا اعتقد القراءة في هذا الكتاب اللي هي مهمة جدا وحب اعرف تفاصيل عام جاء في هذا الكتاب لكن انا لفت نظري ان هو الكتاب الكتاب سنة او هي اصداريته سنة 99 ليه زهر دلوقتي الكتاب في مصر هو الكتاب تلعى تسعة وتسعين الفين الترجمة بتاعته اخدت وقت طويل جدا كان فيه معوقات حوالين الترجمة لان الكتاب المؤلفة بتتنبأ فيه بصعود الحركات الإسلامية عملت لقاء فيه مع مبارك لقاء صحفي انترفيو وهو قال لها انتوا الامريكان بتتصلوا بجامعة الإسلامية والإخوان ومتصورين انهم اللي هيوصلوا لا مش هيوصلوا طول ما انا بحكم فالكتاب ومع عمر عبد الرحمن وغيره فكان قبل الصورة من الصعب ظهور مثل هذه الكتب في مصر نتيجة رقابة نتيجة رفض أجهزة ما لكن في الحقيقة كان من المهم أن يطلع كتاب زي دول لانه لو طلع في الوقت ده ربما كان عمل لفت لرأي العام لصعود الحركات الإسلامية الاتصالات السرية ما بين الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين وأجهزة في أمريكا معينة أتصور انه كان أثار مشاكل كبيرة جدا وآضاء نقاط هامة جدا من ضمن النقاط التي هي طرحتها في هذا الكتاب مدى تأثير الحركات الإسلامية في مصر تحديدا لأنها تتكلم عن مصر وتأثيرها على الماسز أو على الشعب أو على الجمهور المصري أو الشعب المصري القراءة دي حضرتك بتشوفها دلوقتي ماذا صدقها بقى فيما تحقق بعد الثورة؟ هي المراسلة لما كانت موجودة في مصر التقت بمجموعات من الجماعات الإسلامية ما اكتفتش بأنها تلتقي لقاءات كده عبيرة لا يعني مثلا التصلت بمنتصر الزيات المحامي كبير وممدوح اسماعيل المحامي اللي هو أصبع عضو مجلس الشعب بعد كده وهو اللي قدن صاحب الأداني الشهير في مجلس الشعب بعد الثورة نزلت للشيخ صلاح عبد المقصود في شبرة الشيخ صلاح عبد المقصود هو الشيخ النسلة اللي وقف في مؤتمر نصرة سوريا ودعا على اللي هيخرجه في 30 يونيو كل ده قابلتهم في الشارع والتقت بهم في أماكنهم فبالتالي ونزلت مبابة فهي عملت مسح شامل وكانت قريبة من هذه الجماعات وأشارت النقطة مهمة جدا إن الصناعية المشهورة إن الدولة سايبة المسألة إما أنا أو الجماعات الإسلامية وإن الشارع الدولة سايبة للجماعات الإسلامية آه بترائب لكن من بعيد لكن سايبة لهم الشارع وأشارت إلى خطورة هذا الأمر والإجراء بشكل كبير وخاصة في الأحياء الشعبية أو شبه الشعبية اللي هي نزلتها زي شبرة وإنبابة ده بيخلينا نطرح التساؤل عن الصناعية الأخرى هدريك لسا كنت بتقولها إن رئيس الأسبق مبارك صرح للصحفية إنهم لن يصعدوا طول ما هو في الحكم وفي نفس الوقت هو سايب لهم الشارع زي ما هدريك بتقول صحية صحية يعني هي من الشخصيات القلاء اللي عملت لقاء مع مبارك وهي وجهة نظرها في مبارك أنه مغيب بشكل كبير جدا وإنها لما قلت له على بعض الحقاق اللي بتحصل في مصر ما كانش يعرفها ونظر إلى الشخصية التي بجانبه زي ما هي بتقول اللي في الغالب في الوقت ده هيبقى صفوة الشريف بما إن هو اللي كان ماسك الملف الإعلاني فهي بتقول إنه هو شخصية خاملة وركضة وإنه مش هو الرئيس اللي مصر يعني تعوزه في الوقت ده الصحفية ماري آن ويفر واللي هي متخصصة أو مرسلة متخصصة في شؤون الحركات الإسلامية في العالم بشكل أوسع يعني وش بس في مصر في العالم كله كانت مركزة بشكل كبير جدا على شخصية عمر عبد الرحمن سمعين وذكرت إنه هو لي صلة وثيقة جدا ويعتبر زي أب روحي لمنفذي 9-11 أو 11 سبتمبر وكمان حدث اغتيال نجيب محفوظ واغتيال السادات أو محاولة اغتيال نجيب محفوظ واغتيال السادات اللي مركز على عمر عبد الرحمن بالذات أولا لو بدأنا من المشهد الأخير عمر عبد الرحمن تم إلقاء القبض عليه في أمريكا في الوقت ده وتم سجنه الإرهاب عمر عبد الرحمن إذا رجعنا بقى مبكرا هو مفتي الجماعات الإسلامية فهو الأب الروح ليه هو اللي كان بيطالهم الفتوى بجواز القيام بعمليات إرهابية كبيرة عمر عبد الرحمن هو خريج جماعة الأزهر وبالتالي مثل هذه الجماعات بتبقى دايما عندها مشكلة مع الأزهر فلما يبقى عندها واحد من وجهة نظرهم عالم من الأزهر فده بيديهم حماية وبيديهم بريستيج قدام شرعية الناس وشرعية بشكل كبير جدا قدام الناس زائد أن عمر عبد الرحمن طبعا كان له اتصالات بكل أجهزة المخابرات العربية والدولية خاصة أثناء حرب المجاهدين في أفغانستان ضد الاتحاد سوفيت دي نقطة تانية من النقاط التي طرحت في الكتاب أيضا وهي لها رؤية عن نشأة الحركات الإسلامية دي وأنها كانت مدعومة من المخابرات الأمريكية بهدف إخراج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان وتحديدا هي ذكرت حركة المجاهدين هو كمان فيه كتاب لصحفي إنجليزي طلعوا حوالين علاقة بريطانيا بالأصولين الإسلاميين في القرن العشرين بيثبت فيه أن بالنسبة للغرب بشكل عام هم يفضلوا التعامل مع الطيار الإسلامي عن الطيار القومي الطيار الإسلامي هم تعاملوا مع فترات طويلة جدا ويعرفوا مداه ويعرفوا إزاي كمان يتعاملوا مع الطيار القومي بالنسبة لهم أن الطيار القومي ده عداءه مباشر أكتر للغرب القومي اللي هو التجاسية سريع من أيام محمد عرابي مرورا بجمال عبد الناصر وغيره أن الطيار القومي ده فيه قطيعة مع الغرب بشكل كبير جدا أما الطيار الإسلامي فيمكن استيعابه وبالتالي دايما كان فيه اتصالات مع الطيار الإسلام السياسي طول القرن العشرين في الأول كان من خلال بريطانيا بشكل خاص لما كانت بريطانيا هي الدولة العظمة بعد الحرب العالمية الثانية أمريكا ستدخل على الخط وهي التي تفتح قنوات اتصالات سرية وعلنية في هذا الأمر من النقاط الأخرى أيضا في هذا الكتاب أنها قالت أنه لو صعد الطيار الإسلامي في مصر أنه لو صعد الطيار الإسلامي في مصر أو سيطر على مصر فحيكون أشد خطورة من صعود الشيعة في إيران أو الطيار الإسلامي في إيران حيكون أكثر عمقا تحديدا لماذا قالت كده؟ ماهي تفسير هذا يعني؟ هي معظم مراكز الأبحاث الغربية كانت بتشير إلى أن الطيارات اليسارية أو ما نسميه الطيارات المدنية والطيارات القومية ما لهاش جزور في الشارع المصري ولا الشارع العربي وأن الشارع المصري والعربي بشكل عام اللي موجود فيه هي طيارات الإسلام السياسي وأن الصعود القادم هو لطيارات الإسلام السياسي ونتيجة حالة الفراق الكبير ونتيجة الأمية ونتيجة الفقر ونتيجة عدم موجود مجتمع مدني المستقبل إلى عشرات السنين حيكون للطيار الإسلامي لأنه من وجهة نظرهم هو الأقدر على مخطبة رجل الشارع فبالتالي كان فيه تنبؤ أن الطيار الإسلام السياسي هيصل إلى الحق ولن ينزل مرة أخرى عشان كده فكرة أنه هيبقى أعمق من الثورة الإسلامية الأبسية كانت كمان بتقول أنه هو هيكون أعمق في تأثيره على العالم الإسلامي من صعود الشيعة في إيران يعني الطيار الإسلامي السني لما يصعد في مصر تحديدا لو سيطر على مصر فهيكون أكثر تأثيرا وأخطر ومور بروفاوند أو أعمق في تأثيره على العالم الإسلامي والشرق الأوسط هنا هنرجع لحاجتين مسألة إحياء مشروع الخلافة الإسلامية والمسألة التانية أن جماعة الإخوان المسلمين الجماعة الأمة بالنسبة لطيار الإسلام السياسي مركزها ونشأتها في مصر لكذا كان وصول الإخوان المسلمين في مصر هزة هزة العالم بأكمله مش بس العالم الإسلامي العالم بأكمله كله ثم السقوط السريع للإخوان المسلمين في مصر أدى إلى اهتزاز المشروع الإسلامي أو مشروع الإسلام السياسي مش بس في العالم في مصر ولا في العالم العربي في العالم الإسلامي كله فعشان كده الصعود ده كان بينظر إليه من خلال مراكز أبحاث غربية بشكل كبير جدا وفي حركة متابعة لي منذ التسعينات وكان التنبؤ بهذا الشكل وعشان كده كان واضح أن في ضغوط غربية لصالح وصول الإخوان المسلمين واستمرار الإخوان المسلمين في الحكم لو شفنا قراءة حالية يا دكتور محمد على ضوء ما طرح في الكتاب ميريان ويفر تبعات الرؤية التي عملتها دي فيما بعد 30 ستة إيه الرؤية؟ هي أشارت إلى نقطة مهمة جدا أن الموجود في الشارع مين في الوقت الجماعات الإسلامية والطيار الإسلام السياسي وبالتالي غياب المجتمع المدني وغياب الطيارات المدنية وإن كان فيه إرادة سياسية إما أنا الدولة أو المبارك أو الإخوان فبالتالي إذا خرجنا بنتيجة أو توصية من هذا الكتاب لمجتمع جديد بعد صورة 25 يناير لابد من تقوية الأحزاب المصرية لابد من تقوية المجتمع المدني لابد من تقوية الدولة بحيث أنها توصل للناس في التعليم في التأمين الصحي بشكل كبير جدا في الإعلام في الثقافة في الأكل في العيش في الزقافة في التعليم في الحالة الإقصادية طبعا بحيث أن ما يتسبش الشارع لطيارات للزيت والسكر للزيت والسكر ولطيارات أخرى مش بس الزيت والسكر كمان اللعبة في الدماغ كمان فبالتالي لازم نرجع للأغنية الشهيرة لمجد الرومي الشارع لمن؟ يعني لازم الشارع لنا المعركة القادمة هي الشارع الشارع ده في كل حتة في الجمعة في المدارس في الأندية في كل حتة عايز أسأل حضرتك برضو من ضوء القراءة دي هي كانت بتذكر أن السياعي هي اللي بتدعم حركة مجاهدين تحديداً ما هي حركة مجاهدين؟ وهل الدعم ده بيستتبع برضو أو ممكن نقول برضو يمكن برضو اللي احنا نقوله على دعم للإخوان من قبل السياعي إيه ولا دي حاجة ودي حاجة؟ هي كلمة مجاهدين دخلت القموس الغربي بحيث أن كل يعني أبسط وأصغر إنسان في الغربي يعرف يعني إيه مجاهدين دي جد من خلال إطلاق هذا الاسم على الجماعات الإسلامية والمتطوعين المسلمين اللي تم جمعهم وتدربهم من جميع أنحاء العالم الإسلامي للقتال ضد التحسف يتي لما غزى أفغانستان مين كان القائد بتاعهم؟ طبعاً كانش في قائد واحد أو الأسماء الأبرز الأسماء الأبرز هيبقى أسامة بن لادن يعني صناعة أسامة بن لادن هو نتاج هذه الحرب التي سميت حرب المجاهدين والاسم كمان أيديولوجي يعني لما الغرب يطلق على هذه الحرب حرب المجاهدين يا سلام يعني الغرب بيحترم الجهاد والمجاهدين ده حاجة كبيرة لا هو كان فيه استغلال أيديولوجي أو استغلال إعلامي لمفهوم الجهاد لخدمة المصالح الغربية في ضرب الاتحاد السوفيتي وإسقاطه بشكل كبير جداً في إطار آخر فصول الحرب البردة بين الشرق والغرب أو بين أمريكا والاتحاد السوفيتي بس القراءة دي هل بتتماشى أيضاً فيما حدث في مصر أو في دعم الولايات المتحدة للإخوان في مصر أو صعودهم في مصر؟ الحسن في مصر مشروع آخر مشروع كان بيقول أن فيه فراغ في منطقة الشرق الأوسط أن الأسر الحاكمة أصبحوا عواجيز في السن وأن فيه مشكلة وأنها هيحصل فراغ بشكل كبير جداً فلابد أن نستابق ونعمل مشروع جديد كان المشروع هو إقامة حلف سني كبير في المنطقة معتادل من وجهة نظر الغرب على النمط التركي هذا الحلف يستطيع أن يواجه إيران ولعبها في المنطقة وبالتالي يبقى سنة قصة تشيعة وأنا كغرب أو كأمريكا أخرج وما أتورطش بشكل مباشر في حروب مع هذه المنطقة ومن هنا تم إحياء أفكار شبيهة بأحلاف سابقة في الفترات السابقة أو حتى فكرة إحياء الخلافة بمفهوم جديد خلافة سنية في مواجهة القوى الشيعية ويبقى على رأسها إيران في تلك الفترة هيعتبر أن مصر وقت 36 فيما فعلته تجاه الإخوان هل دمارت هذا المخطط؟ ضربة كبيرة طبعا ضربة كبيرة جدا ولا حيلفه من ناحية تانية؟ في التاريخ كل شيء وارد فإذا ما تمش علاج أسباب المد الطيار الإسلامي زي ما قلت الحركة الشارع وأنه يبقى فيه دولة دولة بمعنى كلمة دولة حقيقة وأنه يبقى الشارع مش متساب للناس يبقى فيه أحزاب ولا هتخش البرلمان إزاي وتكساب إزاي وكده هيرجع الإخوان أو الحزب الوطني الأديم يبقى فيه ثقافة يبقى فيه تعليم بشكل كبير جدا إذا ما تمش ده لا أنا أخشى أن يحصل ما نسميه في التاريخ بنكسات وعودة لأشكال أخرى مرة تانية فيه ناس بتتصور أن المعالجة الأمنية الحالية لملف الإخوان أو فيما بعد 306 هو الحقيقة بيصدر حالة المظلومية مرة أخرى تجاه الإخوان ومما يصير قدر من التعاطف بعد مرور بعض الوقت وبرضو يتكونوا تحت الأرض مرة تانية ويرجعوا مرة تانية بشكل تاني هل الرؤية دي حركة تتفق معها أو بتختلف؟ آه يعني إحنا لازم نستفيد من تجارب التاريخ يعني هو إحنا دايما في مقولة كده بنقولها دايما التاريخ يعيد نفسه والتاريخ ما بعيدش نفسه ما فيش حاجة اسمها تاريخ قاعدة كده تقول هي عيد نفسي أنا عايز عيد نفسي لا يعني المشكلة أن الأمم أو الحكومات ما بتستفيدش من التاريخ بتعيد صناعة التاريخ فبتعيد أخطأها مرة تانية فبالتالي فيه نقطتين النقطة الأولانية حل الأمني عمره ما بيحل مشكلة على مستوى العالم كله الحل الأمني جزء كمان مش لازم نورط الشرطة بشكل كبير جدا في مشاكل وأزمات يبقى كده بنكرر نفس أخطاء السابق وبنجني على الشرطة من حيث لا ندري ديق ديق يعني شيء مهم جدا الأمر الثاني أن لا كمان كار الإسلام السياسي في شكل عام والجامعة الإخوان المسلمين فكرة المظلومية عندهم موجودة من أيام حسن البنة والحل الجماعة الأول وكده فمش لازم تدي ده مظلومية وعشان كده الناس انتخبت جامعة الإخوان المسلمين بعد صورة 25 آية فيه جزء من الناس كان تعاطف مع ما نشوف هؤلاء اللي كانوا مظلومين وكانوا مضطهدين أحيانا يعني ونجرب ونشوف لا ففي الحقيقة لازم ما نتحرك من حدوث منظرات ومنعشة هذه الأفكار بشكل كبير جدا مع طيارة الإسلام السياسي وكشف بعض الحقائق لا المواجهة تاخد أشكال تانية بشكل كبير جدا لكن استسهال الحل الأمني فقط فيه طورية للشرطة في الحقيقة وفي نفس الوقت ما بيحلش المشكلة كان حلها من قبل كده من 49 مع الحل الأول 54 مع الحل التاني 65 مع موضوع سيد قد لا فيه لازم حزمة حلول متكاملة أنا بشكر حدريك جدا دكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة ودكتور محمد هو اللي كاتب مقدمة كتاب أعتقد أنه كتاب هام لمن يريد أن يطلع عليه اسمه سورة لمصر رحلة في عالم الحركات الإسلامية المتشددة سورة جديدة لأسامة بن لادن بشكر حدريك جدا عجودك معنا ونهارك سعيد فقراتنا خلصت النهار ده لكن بكرا يوم جديد وفريق عمل جديد نهاركم سعيد